دكتور تاري أهلا بحضرتك فان أهلا وسلم دكتور محمد أهلا بحضرتك فان يعني ناس كتيرة جدا تبعت القمة وأنا شايف أنه تبعت القمة بتتم على أكتر من مستوى يعني مستوى تقييم للتنظيم اللي مصر عامت به ثم تقييم على مستوى المخرجات اللي مش مصر الوحدها مسؤولة عنها ولكن الدول المشاركة في هذه القمة بتنظر للأمر إزاي فان هو بالتأكيد طبعا يجب أن نميز بين أمرين دكتور هو جزء الأول هو جزء التنظيمي للدولة التي استباطت هذا الحدث الكبير بالفعلية الدولية ومصر نجحت بمهارة بشهادة الجميع وشهادة الرأي العام الدولي أن مصر في هذه النسخة 27 أدت بشكل كبير ومنذ البداية كنا نقول أن مصر قادرة على تنظيم هذا الحدث الكبير اللي تم الحمد لله في توقيت بالغ الأهمية لنسبة للدول القبرى لكن المشكلة أن في البداية كنا نقول أننا نتمنى أن تكون كمة التنفيذ زي ما حضرتك أشرت وتكرمت لكن هذا الأمر مرتبط بإرادة الدول القبرى المعنية منذ باريس وصم جلاسكو كان هناك خلافات حضرتك كما تعلم حول النسب الخاصة بالانبعاثات الحرارية والخاصة بطبيعة الحال بالانتزامات التي تحددت بتمديد المحادثات المستمرة بالنسبة لقضية أمن الطاقة وبالنسبة لمكافحة تغير المناخ وبالتالي مواقف القوى الكبرى هي الحاكمة معنى أنه لا بد أن تتواصر هذا في هذا الإطار ونبقى نتكلم على تواصل الإرادة السياسية لهذا تم تمديد المبحثات كما تعلم حضرتك لمدة يوم الهدف هو أن نصل إلى استراتيجية التحرك بالنسبة للدول الكبرى لتزاماتها مكافحة تغير المناخ وطبعا تحديد أسعار الطاقة إضافة للاتفاق على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز واحد نصف في المية ودي النقطة اللي هي كانت يمكن نحور النقاش إضافة طبعا دي الاتفاق حول بين الدول الغنية والدول الفقيرة حوالين ملف التعويلات الخاصة تمويل لأنه التمويل مهم وبالتالي كان في دعوة مجموعة السبعة وسبعين ودي بتضم حراجة كور محمد مئة وثلاثين دولة هم كانوا عايزين ينشئوا صندوق للمساعدات دي موضوع التكيف مع ما يسمى بالأضرار وبالتالي الدول النمية تقبل شرط الاتحاد الأوروبي بأنه التمويل يجي من القاعدة العريضة من الدول الكبيرة خصوة الصين لأنها الدول الأكثر تأثرا طبعا بيتستفيد من المساعدة وبالتالي كان الاتفاق على هذا الإطار طبعا هذا التباين والتجازف في المواقف القاهرة حاولت خلال الساعات الأخيرة تقريب وجهات النظر بين المواقف المختلفة محاولة إنشاء آلية محددة في هذا الإطار ومحاولة التأكيد على ضرورة أن تقوم الدول الكبرى بمسؤولياتها المباشرة كما تعلم حضرتك الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما حدد 150 مليون دولار كان مهم جدا لأنه ربطها للدول الإنمية والدول الأكثر تضرورا لكن طبعا هناك الصين وهناك دول الاتحاد الأوروبي وهناك روسيا فهذه الدول أيضا مسؤولة على ما يتم إقراره طبعا مسؤولية الدولة التي استضافت هذا الحدث الكبير مصر إنها تقرب وجهات النظر إدارة هذا النقاش إدارة هذا النقاش بما يحقق المكاسب الكبيرة لهذا الحدث بالصورة الكبيرة القضية مش إنشاء حضرتك صور محمد صندوق تمويل أو التزام بمنح تعويضات هي القضية في تأديرها مرتبطة حضرتك بتوافر الإرادة الدولية للتعامل مع هذه المشكلات الخاصة بتغيرات المناخ بصورة فيها نوع من الجدية لأنه باريس كما تعلم لم يلتزم بها اتفاقية باريس وبنودها الحاكمة لم يتم الاتفاق علىها ولم يلتزم وبالتالي فيه إشكالية مرتبطة بمواقف هذه التول الكبرة لتقريب وجهات النظر مصر نجحت بمهارة جدا في الفيشنز اللي هي الجلسات التخصصية إنها تطرح مقاربات توافقية يعني اعتمدنا في هذا على فكرة التوافقية بمعنى إن حضرتك نص للحد الأدن من الاتفاق بالنسبة لي البنود محل الخلاف مش في قضية التعويضات لكن في الأضرار وفي الالتزامات الأخرى اللي كان تم إقرارها منذ بريف تمام وبالتالي تم إعادة التجديد عليها لكن في النهاية إحنا أمام مواقف متبينة مواقف فيها تجازب كبير فيها دور للمنظمات الدولية خصوصا الأمم المتحدة الدول الكبرى عليها أنها تتحمل مسئوليتها تجاه هذا الملف الشائك إحنا مجحنا بمهارة في تقريب وجهات أو الأجهزة المعنية المختلفة جهة المعلومات نجحت بمهارة في أخراج هذا الحدث بصورة كبيرة ورائعة وطبعا إحنا بنتابع وسائل الأعلام الأجنبية ساعة بساعة لما يجنب بالتالي كان فيه أهمية كبيرة جدا إن إحنا ننظر كيف يرانا العالم ودي نقطة مهمة لأنه إحنا ناس كانت متصورة إن إحنا سقط في الشرم في هذا الحدث لكن إحنا كانت عيوننا على العالم في إشادة إن هذا العمل وهذه الفعالية لنظمتها الدولة المصرية اللي هم شايفين إنها دولة مستقرة وآمنة وفي استقرار سياسي وآمنة إنها الحمد لله تمت على خير لم يحدث أي عمل يعني عكر الصفو هذا الحادث طبعا الأمور المرتبطة بمنقشة الموضوعات الأخرى كان هناك أطراف كما تعلم تريد تسييس هذا المؤتمر صحيح والتسييس طبعا مكان مرفوض لأنه لم يحدث هذا في مؤتمرات سابقة بالمناسبة لكن طبعا الحكمة والرشادة المصرية تعملت بنوع من الكياسة والجدية في هذا الطرحة طبعا المنظمات المجتمع المبني في العالم ومنظمات المتخصصة الخاصة بالطاقة وأنها وغيره بتتابع وبتراقب إحنا عملنا شيء مبدع عملنا حالة انبهار للعالم وده أمر مش جديد على الدولة المصرية بأجزتها الكبيرة أعتقد وكل الذين شاركوا في هذا الحدث سواء كانوا من الإعلاميين من الأكاديميين يعني يجب توجيه الشكر والتقدير لكل من شارك في هذا المؤتمر وأخرجوا بهذه الصورة المبهرة إحنا قدمنا الدولة المصرية الجديدة قدمنا الجمهورية الجديدة لمصر طبعا في توقيت له دلالته يعني أنت بتتكلم حضرتك فيه أزمة عالمية بتتكلم على تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أيها قامت هذا المؤتمر في حد ذاته كان تحدي يعني في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة دي والخلافات اللي في العالم لأنه الخلافات السياسية نفسها ألقت بظلالها أو بتلقى بظلالها على أي فعالية أو أي حدث سياسي كبير بالتأكيد وإنت هتستقبل المفاوضات الخاصة في الصورة الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة وده مهم جدا لم يحدث طبعا في تاريخ الدولة المصرية إن احنا استقبلنا مفاوضات من سنوات طويلة على عربينا فده أكبر أنا في تأديري الشخصي أكبر إنجاز للدولة المصرية إحنا نستقبل ستارت الجديدة هذه معاهدة الأسلحة النووية بين روسيا وبين الولايات المتحدة فالتفاوض حواليها هيبقى هنا في مصر تفاوض هيبقى في مصر هيبقى في مفاوضين مصريين مشاركين في تقريب وجهات النظر هذا ملف مهم جدا أنت بتحجز لحضرتك دور كبير جدا في الأسلحات العالمية ويبقى ليك دور كبير طبعا ده كان في مراحل معينة كان في العواصم الأوروبية نجحت إن أنت تطرحوا بهذه الصورة طبعا المبادرة الكريمة اللي طرح السيد الرئيس بي بيقاف الحرب بيقاف الحرب أعتقد طبعا على هامش ستارت الجديدة ستكون هناك مفاوضات متعلقة بأزمات العالم يعني لأن تكون الأمور خاصة بالأرمس كنترول هي ضبط التسلح فقط لكن هتبقى فيه أمور أخرى مصر هتقدمها فإحنا بنكلم العالم بلغة أكثر يعني وقعية وإن شاء الله تعالى تكون يعني يكون هذا الحدث الكبير طبعا مقدمة كبيرة جدا لأحداث مصر تشارك فيها بفعالية إن شاء الله بشكرك جدا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسين